موسيقى من عاداتنا الحلوة والمربوطة بالمناسبات عند النساء هي نكش الحنة لليدي والأقدام ونبتة الحنة يا سلامة معروفة من أيام الفراعنة أصلها من جنوب آسيا وتلمو في المناطق الحارة وتعطي أفضل نتيجة للصبق بين حرارة 35 و 45 وأحيانا تنضاف نبتة الوسم للحنة لتعطي اللون الغامج المشكلة في الحنة لما تنضاف لها بعض المواد الكيموية للأسف السوق صار فيها شكال وألوان من الحنة وقمنا نشوف بعض الصالونات يسوون حنة سودة وبيضة وزرقة وأغلب أنواع هذه الحنة مضاف إليها مواد كيميائية مثل البنزين أو مادة البيبي دي التي تعطي اللون الأسود للحنة وهي موجودة كذلك في بعض صبغات الشعر وتسبب حساسية جلدية شديدة للأسف هذه المواد ضارة وممكن تكون سامة وتوصل نسبتها في الحنة الملونة إلى 30% بينما المفروض لا تتجاوز إلى 6% وممكن تتسرى في بعض الحالات من الجلد للجسم وتسبب فشل كلاوي أكيد لا ينصح يا سلامة باستعمال الحنة للأطفال الرضع ولا الأطفال الصغار اللي عندهم حساسية ولا الحوامل أو المرضعات ولا المصابات بأنيميا الفول لازم نتأكد من أي شيء يلامس جلدنا أنه آمن ومن مصادر موثوقة وعساكم دوم صحة وسعادة